بكل رأس شهر بألمانيا نحن متعودين أن يكون في تغييرات جديدة نحن اليوم 1-3-2-8 يوم الغد إذا رب العالمين أحيانا 1-9 لح أحكي لكم مثل عادة التغييرات اللي حتبلش ابتداء من يوم الغد هي بصراحة موالتغييرات الكثير عظيمة هي خمسة بس كثير يعني عاديين ما فيك شي جوهر يخي نقول وحسيت شهر 8 مرأة كثير طويل هل أنتوا كما بتوافقوني هذا الرأي أو كان شهر 8 سريع عندكم أنا كان عندي جدا بطيء إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك تفعيل زر وجرس تحط لك هذا الفيديو مع تعليق حلو ورأيك شخصية بهذه التعليقات خلينا نبدأ برقام واحد الأشخاص اللي هي ملزمة إنه تقدم بين قوصين ملزمة إنه تقدم فهي معها كان وقت لحد اليوم بس لأنه اليوم هو فخن عنده فبهاي الحالة حسب القانون الألماني بيعطوهم فرصة لأول يوم عمل من الشهر القادم يعني معكم أنت وقت لتنين تسعة الأشخاص لازم تعمل شتوئر كليونج للملزمين يعملوا شتوئر كليونج بعدين في حال إنك أنت ما عملت وكنت ملزم فتوقع شيء اسمه بيجيك مخالفة لأنك أنت ما عملت الأقرار الضريبة اللي كنت ملزم فيه نين كمان كان سابقا أو لحد هاي اللحظة إنه إذا بدك تتبرع بالأعضاء تبعك بعد الموت بهالحالة أنت بتعبي أونلاين وبيصلك بطاقة هاي البطاقة فيها هي موافقتك إنه أنت موافق بعد الوفاة إن شاء الله العمر الطويل مع الصحة للجميع وريضا رب العالمين هذا البطاقة هي بتعطيهم تخوين إنك أنت موافق هلا لحيصير هذا الشيء عبارة عن أركليونج لحيصير عن طريق تطبيقات شركات التأمين الصحي ولح تبلش شركات تأمين الصحي وتطرح هاي الموافقة وهذا الشرح كامل عن نقطة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة عن طريق تطبيقات الموبايل الخاصة بشركات التأمين فالأشخاص المهتمة بهذا الشيء افتاح ابتداء من واحد تسعة من يوم الغد التطبيق طبعك وشوف هل وصلك إنت إركليرونج لهذا الموضوع أو لا طبعا ممكن يكون فيه أشخاص مهتمين بهذا الشيء وأشخاص من جهد ونظرة دينية غير مهتمين بس علينا نحنا نقل الخبر كما هو من بين الدعم اللي بتعطي الدولة الألمانية كمان أقروا أظن من سنتين ما أنا متأكد أمتى في شيء اسمه هايتسونج تسوشوس يعني الأشخاص اللي عم تغير الهايتسونج عنده بقلب البناء يعني خينقول إنك أنت صاحب بيت وغيرت الهايتسونج لنوع معين هنا بالدنيان فبتأخد تسوشوس من الدولة دعم على هذا الشيء ممكن يصل أظل للسبعين بالمئة المهم الأشخاص اللي ساوت هذا الشيء معهم من تلاتين تسعة بيقدروا إنه يبلشوا تقديم على البورتال العادي الكتروني تقديم الرشنونج اللي هنه ندفعوه مشان تبلش الدولة بقى تحول الدعم للتسوشوس للكونتور تبعك ممكن للأشخاص طبعاً بس يتغيروا الهايتسونج عندهم على حسب المواصفات اللي بدياها للشتات أما المستأجر يعني أنا ما عملت أي شيء فما فيني ساوي أي شيء كيف الجملة ما عملت أي شيء بالهايتسونج فما بقدر ساوي أي شيء لأنه أصلا أنا ما بطلع لي تسوشوس وأنا ما دفعت أي شيء بتطلع للميتة أو عفوا نحنا الميتة بتطلع للفير ميتة إذا هو يغير عندك بالبيت الهايتسونج وساوى على حسب المواصفات اللي نبدو أربعة تاريخ 12 تسعة يعني ابتداء من الساعة 11 هيكون فيه على الموبايلات الصوت المزعج اللي نحنا بنسمعه الفارنونج أنه تنبيه وبيكون الصوت جداً عالي أظن حتى لو كان موبايلة كمان مغلاق برن فهذا كل فترة بيساوي تجريب فهو يوم البروبا تاك تبعه بـ 12 تسعة هيكون الصوت كتير عالي ساعة 11 بخلال 5 دقيق بيكون الرن بكل ألمانيا ما ترتعبوا؟ نتذكروا هذا التاريخ 12 تسعة ولأن الأخبار ما كتير مهمة خليني أعطيكم كمان هذا الخبر الأخير منع بيع كراسي الأطفال كيندرزيتز تبع الأوتو تبع السيارات الـ R44 هذا النوع ما عادي نباع أبداً خلاص صار هو ممنوع بألمانيا حتى كان من فترة 2018 ممنوع أنه يتصنع هلأ أوقفوا البيع تبعه أما الأشخاص اللي عندهم يا سابقاً وأنا واحد من هذه الأشخاص عندي هذا موديل الـ R44 تبع كرسي الأطفال السيارات بتقدر أنك أنت فيتاب نوتسن بتقدر أنك أنت دائماً تستخدمه بدون أي مشاكل أما البيع خلاص تتوقف وهيك بعد حالة بيكون خلاص الفيديو سريع خفيف ونظيف ما فيه تغييرات كتير جوهرية مثل ما حكينا لذلك نديروا بعضكم على بعض حبوا بعض ولا تزعلوا بعض شوفكم على كل خير للفيديوهات القادمة كان معكم عبد الهادي من أمام العدسة والسلام عليكم اشتركوا في القناة